موسيقى أريد أن أتحدث عن مصارك هو الهروب أو المغادرة للفريق الراجاء كنت أشاهد في سويسرا إذا كان محسن ياجر ساعي تفتح كيف جاءت الفكرة؟ ما هو الذي يقع؟ ربما كنت أشاهد باقي لعبين شباب ما هو الذي يقع بالضبط؟ ربما معمارك تكلمت على هذا ما أنش تحكي لنا؟ ماشي مشكلة القصة هو أنني ربما سعيد فتاح هو سبب مشاكل يعني كنا نظن أننا كانت عندنا مباراة مع المتخب الأولمبي كنا نحق بالمتخب الأولمبي الذي كان يتسنانا في مطر محمد خامس وبالتالي يمشي الغينية كانت عندنا مباراة في غينية إذا كنت تفاجأ في سعيد فتاح يقول لي كيف نحرقه؟ بدل مستالح هذا أنا فكرت يعني الكل كي عرف أن الطيش ديلا 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 من الشباب يعني قلت لي مشي مشينا اخذينا كيفش خرشو من اللوطيال كيفش لا كنا احنا غنشوف كان عدنا يعني فول خاص ديان اللاعب اللي غير تحقو بالقنابيو كان هذا كان فتاح سايد فتاح و البرقه دي كان معنا كان لنا اللاعب العمراني و كذلك السباعي خالد يعني كنا عدنا فالفول في الصباح نجوف باش لتحقو بالمتاخب اللي كان في محمد خمس كينتظرنا يعني كنا خمس لاعبين اللي مغادرين وبتالي يعني سايد فتاح وولي قال لي ان حرقوا و قلت لي مشي مشكلة يعني كان طايش كي بقيت لك ديال الصغور رغم ان انا كنت موقع مع الفريق ديال سويسرا انا داك جاء قبل قبل ما مشونا لسويسرا ووقعت معا في المغرب العقد ديال سنتين يعني دورت فراسي ان اني علاش غادي نمشي تالمغرب ان اني موقع مقاهنة في سويسرا ووقعت وشنو اللي وقع من بعد كيفاش مجيسي من سويسرا وشنو عبت سانة يعني العب سانة واحدة في فريق سويسرا لانا يعني ووقعت قبل ما انتهي يعني المدة ديالتوقيع يعني شكندون في شارت سعود يعني كي تسد المركات انا قبل مركاته ووقعت وبتالي يعني العب سانة يعني قانونية العب سانة سانة واحدة مع الفريق ومن بعد الفارق نزل الدرجة الثالثة كندون وانا ذاكي كان عندي بونت في العقد إلي الفارق نزل الدرجة الثالثة غانو لي لعيب حور وبالتالي تعحقت بالفارق البلجيكي اللي شافني وكان متبعني قبل في سويسرا ولتعحقت بيه وقعت معا سنتين اللي كانت استفت منه الشئ الكاتين